السلام كبيدات لبس عليكم صحيح ديالكم كل شي بخير سحيح ديالكم زيانة كنبغيكم ونحمق عليكم كبيدات ديالي ليوماجي تنهضر لكم على الناس اللي يشربوا دوا ديال الزيادة في الوزن او دوا ديال فاتيح شاهية ليوماجي تنهضر لكم على هاد الدوا كبيدات ديالي قبل ما ندوس في الموضوع ما تنسى منيش بوحد لايك زوين بحالكم ما تنسى انكم تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل الجامع ما تنسى منش هالكبيدات ديالي بوحد الاشتراك و اتبعي الزيير الجرس بيقاسلurكم دائمان الجديدة كبيدات ديالي بقي طوول عليكم انا جيت نهضر لكم على جميع لديك الادوية ديال الزيادة في الوزن اا منهم اراكتين اا ذا Orange اا بزاف بزاف برنابول جيت نهضر لكم على الناس كاملين اللي كيستعملوا هاد كيستعملوا هاد الدواء هادا البنات اللي أعطيكم السر إشتي هاد الدواء كامل هادو كاملين البنات راح ماشي ديال فتح الشهية راح الأعراض الجانبية دياله هو اللي كيفتح الشهية هاد الدواء هادا البنات راح ديال الحاسسية البنات ديال الحاسسية الناس البنات اللي عندهم مشكل ديال يعني النقص في الشهية من الأحسنة للبنات أنكم تديروا شي حاجة طبيعية مثلا الحلبة النفع بتحلاوة هاتشي كامل الكبدات ديالي رهزوين ولكن باش قوي تشربوا هاد الدواء هادة ديال الفاتح الشهيري وما جيد نهضر لكم على الخطورة دياله وديال الناس اللي كيشربوها للبنات رعا تخرجوا على استحادية لكم أول حاجة للبنات أنه تدير المفر كابي كينفخ وكيدير المفر كابي الدرجة أنك الدرجة لا تريد تطلع منها لا تريد شخيف ظهرك لا تريد تقبل ولداتك الثاني حاجة للبنات كيدير سترس تريد تحسي براسك معصبة غيب وحدك تريد تحسي براسك معصبة ما عندكش الخاطر بغا غي تدابزي مهم قلقة الثالث حاجة للبنات أنه يطير النعاس أنك لا تريد تقدي تنعسي لا تريد تقدي تنعسي على البنات وقع البنات الذي يشربوه يجعلها في الكومونتير يبقى يهرب لك النعاس لا تريد تقدي تنعسي تريد تحسي براسك لا تريد تنعسي لا تريد تقدي تنعسي لا تريد تنعسي لا تريد تنعسي رابع حاجة للبنات هو أنه يطير لوسواس تبقى موسوسة تبقى فيك لوسواس وحس براسك يعني يجيك لوسواس وخامس حاجة للبنات وخامس حاجة أنه يطير لك أبا لبنات يطير لك أبا لبنات من الأحسن الكبيرة من الأحسن والمشكلة الكبيرة هي أنك تلقى الناس تسلي القرعة اللولة تسلي تجري تشري القرعة الثانية تسلي لها القرعة الثانية تسلي تجري تشرب الثالثة يعني هذا ليس اعتمد ليس اعتمد في حياته وحاجة أخرى أنه إذا قطعته تسلي لك الشهية في الخطراء لا تبقى تقدي تاكلي إلى ما شربته يعني ضروري كيولي تبقى الجسم ديالك كيولف عليه كيعتمد عليه إذا ما شربته سمعت تقدي تاكلي نهائيا الشهية كتمشي لك واللي قبيحة أنك باش كتقطعه كترجعك كفس من اللي كنتي أنك كبتعافي في الخطراء أنك ما كتقيش تقدي تاكلي الشهية كتصدلك مرة يعني ضروري خاصتك تشربه باش تحسي بأنك آلز وتحسي أنك مزيانة تحسي بأنك كتاكلي البنات راه بزاف 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 ديال الأخوات شربوه ووحد صديقة ديالي حتى هي شربته وكانت كتخلط هي وكانت البنات والله العظيم يلذر لها المفركابي لدرجة أنها ما خلتش طبيب يعني مشاتل عنده وكل شي كيقول لها الفتيح خاصها الفتيح شوفوا الكفيدات عفاكم هاد الدواء هادا عطيوا اهتيسها قصمين بالله إلا كتخرجوا على الصحة ديالكم الصحة ديالكم مش رخيصة عندكم حتى لهذا الدرجة باش أنكم ضيعوها والله العظيمي لقبيح وأنا ببرتاجيت معاكم شحل من دواء شحل من دواء ببرتاجيته معاكم وقلت لكم بأنه خيب 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 وبزاف ديال الناس كيخلولي في الكومنتيرات هالي كتقول لي انا شربته وما دال لي والو أختي إلا ما دارلك والو دابرة من بعد غادي ديرلك أسمعين بالله وغادي تفكريني وغادي تجي عندي وغادي تقولي عندك الصح وبزاف ديال الأخوات خلولي الكومنتيرات وقالولي بالصح شربوه وخرج عليهم خرج على الصحة ديالهم لدرجة أنهم دار لهم الوسوات لدرجة أنهم ما كيخليهم شي يأكلوا ما كتبقيش تنعسي كتبقي مستريسيا مع الصبا كتبقي تحسي براتك مع الصبغة مع راسك ما حمرش اللي هذر معاك كتبلي خاصك غيد دابزي علاش علاش أختي علاش تخرجي على الصحة ديالك والعيالات اللي عندهم وليدات ما كتبقيش عندك الخطر أنك تقابليهم كتبقي مستريسيا علاش أختي قطعي عليك ذلك الدواء ذلك الدواء قصمين بالله قصمين بالله إلى خائب راح تخرجي على الصحة ديالك وغاطي تخرجي أول حاجة أختي تحسي بالفشلة أنك ما عتبقاش تقدري شقة كما كنت تقديري ما عتبقاش تقدري أنك يكون عندك ذلك الجهد اللي كان عندك في الأول أختي إليك أنت رقيقة إليك أنت رقيقة وأنك يعجبك راسك نقولوا أنك ما عجبك ش راسك رقيقة أختي وعندك الصحة وعندك الجهد وقد أختي أنك ما كتعييش أنك تقضي الشغل وكتحسي براتك بعين الصحة ديالك مزيانة أرى حسلك أختي حسلك رخص يعجبك راسك أختي رخص تفتخرب راسك أرى الصحة ماشي هي الغلد أرى هذي لك نقولوا إحنا يا منفوق على الأخوة أرى هذك ماشي صحة هذك قد تخرجي على صحة ديالك هذك دوا ديال الحساسية ماشي ديال ماشي ديال ديال الحساسية ديال الحساسية ديك رغير أعرض الجانبي اللي كيفتح الشهية أيه بزاف ديال الناس ما كان يقول كل 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 كلها بغيت تربي هاللي بغيت تربي النص اللي بغيت تربي السدر هاللي بغيت نفخلوجه هاللي مالكي اختي مالكي مالكي خودي بغيت يختي تصححي وعلى الصح دخلي اختي اللاصل تريني شربي مكملات غذائية بعدها هذك قد ينفعوك مزياني للشعار مزياني البشرة مزياني الأدافر يعني مزياني صحة ديالك يعني وخا قد تشربه وما ديش يدرك وأنك تربي الصحة على الصح شربي اختي مكمل شي حاجة طبيعية بحال اختي المكسارات اللوز القرقاع كوكاو جنجلان رفي جنجلان هالبنات والله العاد يميلا غيش جنجلان مع ضانون يلاكي بصحكي برز المناطق الانتوية وبصحكي زيت في الوزن غيهوار مال مشي قد يبديروا الأسبوع اللول وغادي تقولي لي ما دار لي والو لا رخاص المدوامة وبنين وغادي يعجبك والله العادل ولا شدي اختي جميع المكسارات كل حاجة منها شوية 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 وخلطه مع العسل وتبقى يختي تاخده مورة الفطور مورة الغداء مورة العشاء شدي هذا الحلبة تدريها في الماء تبقى يختي تدريها المدية لها تقديرها مع العسل من الصبح لصبح يعني اعطى الله وصفة البنات اعطى الله وصفة طبيعية وصحية الصحة ديالكم وفي نفس الوقت غادي تنفعي الصحة ديالك اختي وما غاديش تمرضيها قاسلا من بالله الى هادك فواتيح الشي اراها بصحة كي يخرج على الصحة كي ماشي غاكي يخرج عليها رايتي دق دق الصحة اراها شادي نقول لك غادي تخرج على الصحة ديالك اختي نقولوا ان كي كتشربها اختي الشهر اللول الشهر التاني اعجبك الحال اختي ايوه احتالين اتشربها عام اتبقى ايختي تشربها ديما رايقت قطعها غاديري فش هنفعها هتفشي فهمتي هنتي هتفشيتي علاش اختي علاش علاش التعمارة كاملة ودخلتي السم لصحة ديالك اختي علاش من الاحزن نصحة من عندي عافكم انا اللي بنات والله العظيم اللي كان اخاف عليكم وبغي لكم غير المصلحة ديالكم انا ما عندي حتى شي اه ما عندي حتى شي دخل انا مجرد عني بغيت مسحكم وسابه الحقاش بالزال وخصوصا الشابات وخصوصا دريات المازالين صغارين هنقدت لقاها بغيتها تغلى بغيتها تبان بغادي وتتشرب ضدخل السم لصحة ديالا والله لا لاköي يبقى فيها والله العظيم من الأحسن أخوتي اللي عليكم استرقطاع عليكم هذا الشيء كامل ما عليكم ما تدروا به خدوا ذلك شيء طبيعي وخاء ناوكي تعطل شوية في الوقت ولكن كتش تدس حالي لكم وكتر بحس حالي لكم حيث الليكم من هاد شيء هادره غدغي تدروا السحالي لكم وكنتمنى الفيديو ديالينا الإعجاب ديالكم وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد لايك زوين وما تنسوش أنكم ندروا لي الاشتراك لبنت تدروا ذلك زر الجرس كما تدروا لي الاشتراك وما تدروا الجرس باش أي فيديو اللي حتى يبقى يوصل لكم الحقاش أغلبية ما تيوصل لهم لفيديوهات ديالي وشكرا لكم بزاك وقلب كبير لكم شكرا لكم بزاك ومع السلامة فيديو جاي إن شاء الله